اشتركوا في القناة ومن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهده إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم متقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم اقصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حيات يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف منه من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرسدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم آيات طبعا يعني بتفكرنا وبتعيشنا جو رمضان يعني ربنا يتقبل يا رب ما سمق من رمضانات ويكتب لنا بإذن الله تعالى على خير يبلغنا رمضان القادم طبعا هو قريبا أقال من أربع شهور كل عام وحضرتكم بخير ويكونوا في رمضان ذكريات جميلة أيام جميلة أيام كلها خير وبركة وطاعة لله عز وجل ربنا يتقبلها مننا جميعا ويكتب لنا العمر حتى نعيش ويبلغنا رمضان القادم طبعا لا يفوتني في الحلقة دية أن احنا نبارك للمصريين على الفوز بتاع الكرة أنا ماليش في الكرة بالمرة التالتة بقول بس طبعا حاجة جميلة أن الدنيا تبقى فرحانة ومصر كلها تبقى فرحانة بنفرح لفرح المصريين بنفرح لبلدنا النهاردة عزيزي المشاهدين معايا ضيف أخ عزيز المبتهل صوت جميل حقدم لحضراتكم بحيث نستمتع ونستفيد ويبقى جو جميل في الحلقة كده ففاصل ونرجع بعد الفاصل إن شاء الله عدنا عزيزي المشاهدين بعد الفاصل ومعايا ضيف عزيز أخ عزيز مبتهل جميل صوت جميل بقدم لحضراتكم زي ما قلت قبل الفاصل أن احنا يعني عايزين نسمعكم حاجة حلوة عايزين نخلي الجو جميل يعني معانا المبتهل أحمد زين العبدين مرحبا أستاذ أعلم بلزانة الله يخليك شرفتنا الله يكرمك أستاذ أحمد طبعا مبتهل هو مقدم لسه جديد في الإزاعة ويحكي لنا عن تجربته في الإزاعة بس الأول طبعا إحنا قبل ما نطلع التصوير بيتكلم على الماتش بقى هو في الكرة شوية عني بالعكسة أنا ما ديش في الكرة خاص بس إلى حد ما يعني لازم ما إحنا كمصريين يعني نكون عندنا روح الوطنية شوية فانبقى راح تفرجنا على الماتش ما شاء الله كانت حاجة جمدة جدا البطل طبعا في الخاصة دي الحضري الحضري حتى الكل أجمع لأن البطل بتاع المباراة الحضر لأنه عمل عمال حتى في راكلات الجزاء كان مبدع والله المفروض راجل دا يكرم فعلا من الدولة على الأقل رحم ربنا ابتداء طبعا ما شاء الله يا ربنا يا رب الدنيا مخنوقة وزحمة وصعبة حاجة حلوة تفرح يمكن لكل أجمع لأن الفريق أصلا كان إلى حد ما مش بيلعب كويس أوي وفي ناس خرجته في كده آآآ لكن يمكن الكلمة اللي أنت قلتها دلوقتي ربنا عايز دايما يشيل الهم من مصر من هنا ل هنا عشان كده أحب يفرح الله نطيف بعباده آآ والله فدى لطف من ربنا فدائما منصورة إن شاء الله بيحكي لنا عن تجربتك بقى كمفتهل في الإزاعة وصلت لفين يعني في البداية طبعا أنت عارف أن أنا غاوي لابتهالات من الصغر بيوقوف طبعا بعد الأصدقاء جنبي لأن جت لمرحلة كنت هانسة فيها حكاية لابتهالات دي خالص المرحلة الإعلامية يعني فالحمد لله كنت حريص على أن أنا أواظب على الأمسيات الدينية في رمضان وبدأ المشوار معايا كنت في السرر شوية في سن معين للإزاعة هما بيوجدوا من سن السبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر حتى الخمسة وعشرين والتلاتين والأربعين كمان لكن قدمت إزاعة السناد الحمد لله أنا مقدم من زمان بس كان حصل بقى السورة والحاجات دي فكان معظم الوقت الورق اللي أنا كنت أقدمت وكان باز خالص يعني فالحمد لله ربنا وفقنا وقدمت بشهر ثلاثة اللي فات العام الماضي بقى ربنا أكرمني الحمد لله وانجحت صوت ولسه المراحل الجاي بقى إن شاء الله ربنا انت صوت جميل يعني ربنا أكرمك يا ربنا وفق هي تبقى مرحلة صعبة جدا يمكن في ناس كتير بيحسوا ان مرحلة المسابقة او مرحلة الامتحان تبقى سهلة لكن بالعكس صعبة جدا جدا الحمد لله كان ربنا موفقنا جدا وثلاث دقائق بس يا الزهر الرحمن يعني اللي ربنا بيحبه قوي يبقى ثلاث دقائق اللي ربنا يعني ينعم علي شوية دقائقين ونصي بقى كده مالوش حال سمعنا حاجة بقى سمع السادة المشاهدين عشان الله بقى عشو وقت كتير طيب أحلى حاجة بقى أن نقولها في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم مش فيه أجمل إن نحن نتخلي الحلقة دي تتكلم عن سيدنا النبي كده سمعنا سيدنا سيدنا نتخلي الحلقة دي يا سيد الكونين يا سيد الكونين يا عالم الوداء يا بدرة ما في الوجود يا بدرة ما في الوجود على المدى يا بدرة ما في الوجود على المدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالك عليه عليه الصلاة والسلام جميل حاجة كده على السريع جميل 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 حبيب يا رب رب لأيك بتمشي ورا مين بتمشي ورا مين ده سؤال طبعا له أهميته جدا وسؤال منطقي جدا وزعب رحمان أولا دايما اللي عايز يطرعرع أو يطرب أو ينشأ النشأة الحلوة في عالم الامتهال الديني لازم يسمع القدام طبعا والقدام يمكننا بقولك على طول دايما عمنا وأستاذنا وحبيبنا اللي فعلا لما بيجي يتنحنح كده لو أنا ما قلتهاش هبقى مشتغلت صح شيخ محمد عمرق طبعا أستاذنا الكبير الشيخ نصر دين طبار والشيخ الفاشني بص فيه عشان بس ما نظلمش حد فيهم لأن الرعيل الأول من الإزاع المصرية ده حاجة فيه الوصف لس في ناس معدية قوي جدا قلت عملت حلقة هنا عن الإزاع نفسها وفي حشو كتير وفي حرمال لنا من الحاجات الجميلة دي يعني في كلام كتير فيه برامج يعني اددونا من ده طبعا اددونا من ده والله يعني تشكروا وده المنهاج اللي انا مشينا عليه والله إن شاء الله والإزاع خواننا يعني أنا بستغرب وحتى قلتها في الحلقة سابقا إن بتلاقي واحد مزيع جاي بيتكلم في كلامه مشغل محمد عمران خلفية لصوته أنا ما عرفش يعني إزاي إزاي جات لهم الجرأة محمد الصوت يقعد يمسك كده على مكسر الصوت يوطي صوت محمد عمران ويرفع للمزيع إزاي أزاعة القرآن الكريم عمران عمران ده لما يعني أنا نزل تفسي لما بستغرب لما بستغرب لما اتنخ ده لما أنش حاجة ده مشكلة آه والله لو تعرف تجب لنا حاجة عمران بص برضو عشان لإن ابتالات الشيخ محمد عمران طويلة جدا وهو صاحب أنا عارف صاحب جدا بس إنت ممكن تجب لنا حاجة برضو نمتع السيدة المشاهدين آه ممكن أقول لك مثلا أن أسلمت وجهي آه 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 طيب أنا أحاول أنا حالي أمران حاضر أسلمت وجهي للذي أحياني أسلمت وجهي للذي أحياني فهو الذي من طينة سواني سبحانه الله العظيم لنوره برسالة القرآن برسالة القرآن برسالة القرآن فهو أداني مش عايز أكمل أكتر عشان التالي هو جميل طبعا أمران آه طبعا أنا أحمد رب الله اللي بقدر أجيب له حتة القرار كمان مش الجواب له آه هو يتسمع حلوة أول ما تجي تقول ما تلاقيش جدا آه هو صعب هو كان بيدخل في مرحلة القرار بعدين زي ما بيبدأ زي ما بينتهي بالظبط يعني يكون في أعلى الدرجات كده في جواب الجواب آه وينزلك طبع تاني خالص آه أنا أظلمه لو أنا قلت له أنا مش عايز أقول كده طبعا آه بس هو فعلا هو وصل لمرحلة إنه ما فيش حد تاني يعرف صح صح أنا ممكن بعتبر نفسي من المشتغلين بنفس المجال بس يعني الأستاذ عبد الرحمن سميها عديم جدا جدا فعمران صعب يعني حتى تقعد تسمعه وتحتار تشد في الشعر بتخبط آه صح عمران ده مشكلة يعني صح طبعا إحنا قرأنا في أول الحلقة أنا بنقرأ ربع كده أول كل حلقة آه ما شاء الله طبعا إنت كراجل بقى مبتهل ودخلت الإزاعة وحكيب بتبقى لك أي حاجة تسمحها بتبقى في إبزة لحظات عليها لا جدا والله ده إنت أستاذ وبعدين إذا أنا تحدثت يعني ليس من باب الأدب أني أتحدث تلميش في حضرة المعلم يعني يا فرد يا مريك لا ما شاء الله والله إنت حتى في الموسيقى حتى في الموسيقى يمكن أنا أول ما أنت دخلت قلت لك عملت بدأت رصد حلوة أوي دخلت في العجم بعدي وبعد كده أنا قالت نهواندي فضيع فأنا بدأ أستغرم فضيع وحش أوي يعني لا فضيع جدا ده فضيع حلوة أوي والله فضيع ده بلقت الشراء تميزت طبعا طبعا النهواندي عندك ما شاء الله عليه رب يمكن ليك مقلدين كمان يمشوا على النأج ده بالنسبة النهواندي أنا أنا مش مش راضي أدرس القصة دي بس أنا بقولها بالطبيعة كده كنا بفجر إذاعة قبل كده وكان الله يرحمه شيخ مامدوح عبد الجليل رحمه الله كان مبتهم وأنا أمام يعني من ضمن المبتهمين الجمال طبعا ودي رجل عظيم يعني فأنا لما لقيته هو المبتهم وأنا حصلي بقى بالناس وهو يقول الغنبر هو يكبر اه اه اتلبشت بقى يعني اه فقرأت بقى في الصلاة كده قرأة يعني أنا قلت عيد الصلاة وخلاص حنانة بقى بتاعت الإزاعة دي وصلي فجري تاني اه بعدها بقى أنا دهلي ومن يومها بقى فهمت حكاية هو عشان درس موسيقى بقى عارف اه اه أنا عربت منه وانا مسيت وعدت الناس بقى احنا بتوع الإزاعة جايين بيسلموا علينا فانا أخذت مجموع كده وانا دهلي هو اه فانا قال يا عملي الله يسترك سيدني يا روح اه فقال لي ايه اللي انت عملته في ام ده حد يقولن هاواندي في المرتب لانه صعب فانا قلت له انا مالله يا مولانا لما لقيتك معرفت شقرة قال لي ده 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 حلو جدا ده بالمناسبة ان هاواندي ده كان من ضمن الكراء زي ما بنقول بقى بلغة الشراء والعتولة في الإزاعة الشيخ مصطفى اسماعيل انا عشقي مصطفى اسماعيل اه هو ده اللي كان كان معروف بالنهواندي والعجم يعني انا عندي الشيخ مصطفى اسماعيل الشيخ عمران الشيخ الفشني الشيخ البنة والبهتيمي والشيخ علي محمد والبنة طبعا فالنغم ده وال الناس ده الزعب الرحمن بالمناسبة والله العظيم يمكن انا اعديك مثال صغير جدا على الشيخ محمد عمران الراجل ده لما بنيجي انا كشاب مثلا عندي 25 سنة الكل بيستغرب يعني اتلاقي معظم الشباب مثلا بيسمعوا اغاني وكده ومتعمقين في الأغنية انا سبحان الله لما ببقى واخنق او كده بتعمق في الابتهال بحس فعلا ان انا ان انا عايش في مرحلة المرحلة تانية خالص جو تاني وجو مختلف تماما فالناس دول كانوا بيتميزوا بالاحساس الداخلي اللي ربنا انعم عليهم به حتى يصل الى قلب المستمع يمكن ده بقى نعمة ان حتى اللي بيعمل الأغاني نفسه هو لما بيحب يرتاح هو لما بيحب يلاقي نفسه هو بيروح للسكة ليه انا من يومنت احديدا كنت في مكان مع حد من مشاهير المطربين طبعا انا مش مدي النفس الحق اقول اسمه يعني من المشاهير المشاهير اوي يعني تماما وهو لما بيسمع بيسمع المنشاوي بيسمع عبد البسط طبعا 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 فده اصل ده انت مش بتسمع نغم بيرياحك نفسيا انت بتسمع كلام ربنا بتسمع متش النبي صلى الله عليه وسلم طبعا فده فحد ذاته كقيمة لا يعل عليها بالاضافة لما تبقى محتوطة في قلب مجمل صوته بالقرآن يعني واحد هو جاي بالقرآن كده اراه عشان صوته هو يبقى اجمل فهو صوت جميل وجمله بالقرآن والقرآن بمعانيه طبعا فانت داخل في شغلانة جمال فقيمة الراحة طبعا طبعا احنا مش عايز الكلام ياخدنا كتير عايزين نسمع السادة المشاهدين ولا محبه اسمعول حبيبي طيب تسمع كل القلوب ده من ضمن الحاجات اللي انا بحبها يعني وهي بتتكلم عن سيدنا النبي طبي عليه الصلاة والسلام كل القلوب إلى الحبيب التميل كل القلوب كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب التميل ومعي بهذا شايد ودليل ومعي بهذا شايد ودليل أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت المصطفى صارت دموع العاشقين تسيلوا ولم لا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام جميل ما شاء الله لا عزين نسمعتني طبعا انا اجهدتك جدا بس في حاجة حلوة بالمناسبة بالنسبة انك قلت شهر رمضان في الأول تمام ممكن نقول حاجة عن رمضان اه يا ريت بمناسبة انك عشان تبقى البداية والنهاية جميل تفضل طيب في اسم عشان اسم عشان تفضل رمضان جئت فمرحبا رمضان 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 جئت فمرحبا رمضان رمضان يا خير شعير كله غفرا النور يمشي في ركابك خاشعا مرحب فأبشر أيها الإنسان ليس امتناء عن طعام يرتع بل متعة يحلو بها الإنسان ليس امتناء عن طعام يرتع بل متعة يحلو بها الإنسان هذا هو الصوم الأمين هذا هو الصوم الأمين الأمين المبتر صوم يحار أمامه الشيطان اللهم بلغنا رمضان كلام جميل يعني الواحد طبعا وحضرتكم أكيد مش هنزهق من كده ومحتاجي بس وقت الحلقة طبعا انتهى بنشكرك يا سيد الحمد وربنا يبرك فيك ونشاهدوا في الحلقة الجاية إن شاء الله أعزائي المشهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا